بعيداً عن منزلهم في مخيم صيرات فرد العدوان الإسرائيلي على هذه العائلة نصب خيمة والاستقرار بها لكن اتضح أن الشروط العيش الكريم تنعدم هنا بدير البلح حيث يصعب الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية فيما تنتشر أكوام النفايات في كل مناطق القطع نزحنا من الصراع جينا على المكان هذا لأن المشتقين وسع وجينا خاصة بالليل فنجب أن نحط خيمة هنا في المحل هذا نقول نشي فينا إحنا زبالة قدامنا تفاجأنا نصبه في أنها نكون زبالة هذه زبالة عملنا مكاره الصحي وعملنا تعب نفسه وعملنا أمراض منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة باتت مشاهد النفايات المتراكمة توحد كل مدن القطع في ذل صعوبة تنقل عمال النظافة التابعين للبلديات بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الوقود اللازم لتشغيل العربات الخاصة بجمع النفايات ووضعها في المطارح إننا كنا نواجه عجز في خدمتنا التي نقدمها للمواطنين قبل الحرب فما بالك اليوم هذه الأعداد الكبيرة فبالتأكيد الخدمة ستقل ولا تكون بالشكل المناسب من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع معدل الحالات المرضية المتعلقة بالجهاز التنفسي والحساسية بسبب الارتفاع الكبير لكميات النفايات في الفضاءات العمومية وانعدام المرافق الصحية في كل مناطق النزوح ترجمة نانسي قنقر